مجلس الأمن يناقش الوضع في اليمن مجدداً في خطوة تسبق تحركاً بريطانياً لإصدار قرار عن المجلس يركز بشكل كبير على الجوانب الإنسانية في البلاد المندوبة البريطانية في الأمم المتحدة كارين بيرس أوضحت خلال جلسة المناقشات التي عقدت الجمعة أن وزير خارجية بلادها كلفها بتقديم مشروع قرار يستند على المبادئ الخمسة التي أعلنها مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الإنسانية مارك لوكوك والتي تنص على تنفيذ وقف القتال في جميع البنى التحتية والمرافق وما حولها وتنص كذلك على تسهيل وحماية الإمدادات الغذائية والسلاع الأساسية ودعم الاقتصاد اليمني عن طريق ضخ العملات الأجنبية ودفع الرواتب وزيادة التمويل والدعم للمساعدات وأن تعمل الأطراف المتحاربة مع المبعوث الأممي لإنهاء النزاع المبعوث الأممي إلى اليمن مارتين جريفث قدم كعادته إحاطة عامة بشر فيها بإمكانية عقد جولة مشاورات جديدة في السويد الأسابيع وربما الأشهر المقبلة جريفث شدد في هذه الإحاطة على ضرورة إزالة كل العوائق أمام الحوار والمفاوضات ولم يخفي سعادته بالزخم الدولي الذي تمثل في الدعوات الأخيرة للأمم المتحدة بإنهاء الحرب في اليمن معتبرا أن زيادة الاهتمام الدولي اقترنت بالزام من قبل الأطراف اليمنية بالمضي قدما نحو السلام في وقت أكد فيه أنه وفريقه اقترب من تسوية المسائل التحضيرية للمشاورات المزمع عقدها في السويد في ظل ما كشف عنه من موافقة التحالف على الترتيبات اللوجستية لحضور هذه المشاورات جريفث أكد أنه حصل على دعم من الأطراف اليمنية لتحديث الإطار العام للمفاوضات الذي قال إنه يتمشى مع مطالب مجلس الأمن والأطراف اليمنية ويستند إلى المرجعية الثلاث وإلى التقدم المحرز في جولة مشاورات الكويت وتتضمن وثيقة الإطار بحسب جريفث المبادئ والمعايير الخاصة بمفاوضات يمنية برعاية أممية من أجل وضع حد للحرب وحل النزاع والبدء بالحل السياسي للأزمة وتتضمن مجموعة من الترتيبات المؤقتة خصوصا في الجانب الأمني جريفث أكد أنه سيزور صنعاء الأسبوع القادم وسيلتقي زعيم الميليشيا الحوثية وسيزور مناطق مختلفة من البلاد إذا اقتضى الأمر ذلك في وقت أكد فيه قرب التوصل إلى صفقة تبادل للمعتقلين والتي اعتبرها بمثابة اتفاقية أولى بين أطراف الأزمة في اليوم ترجمة نانسي قنقر